اشتركوا في القناة موسيقى أهلا بكم مرة أخرى وإلى القدس العربي ومن أبرز عنوينها أنباء عن وصول قيادي القاعدة سيف العدل إلى سوريا خلاف إيراني روسي على مصير بشار الأسد العبادي يؤكد أنه ماض في محاربة الفساد رغم قيود البرلمان القاهرة لم ترد على عرض من واشنطن بالمساعدة في التحقيقات تقرير أمريكي قمر صناعي سجل ومضة حرارية لحظة تحطم الطائرة الروسية مسؤولون تحليل الصندوق الأسود انتهى إلى نفي احتمال إسقاطها بصاروخ دمشق تخشى فخا عبر إشراك سوري الخارج في الانتخابات والمقداد يرفض الفترة الانتقالية لحل الأزمة روسيا تقترح إجراء محادثات بين المعارضة والنظام وتؤكد أن بقاء الأسد في السلطة ليس أمرا مبدئيا التحالف الكردي العربي ليس موجودا إلا بالاسم لا أعلام أو قواعد عسكرية ولا قيادة موحدة أوباما يواصل تبني استراتيجية مشتتة في سوريا وقواته الخاصة ستنفع التحالف الروسي الإيراني وأكراد سوريا يتحاورون مع روسيا ويوسعون مناطق حكمهم الذاتي وإلى صحيفة الشرق الأوسط ومن أبرز عنوينها موسكو تنسق مع إسرائيل وترسل إشارات متضاربة بشأن التمسك بالأسد اتصالات عسكرية أمريكية روسية في الأجواء السورية التحالف يقصف مواقع وتجمعات المتمردين المحاصرين للمنافذ لفك الحصار عن المدينة الجيش الوطني ينتشر في شوارع التعز ضمن خطة تحريرها ويستحدث نقاط تفتيش مقتلوا ثلاثين ضابطا خلال أسبوعين في سوريا ومخاوف من تمدد التمرد البلوش يرفضون استغلال الفقر وتجنيد أبنائهم للقتال الحرس التوري الإيراني يحيل ضباطا متمردين للمحاكم العسكرية لرفضهم القتال بسوريا مسؤول بالخارجية الأمريكية موقفنا من رحيل الأسد لم يتغير وعلى موسكو توضيح موقفها بشكل صريح تدريب عسكري أمريكي روسي في الأجواء السورية لاختبار كفاءة الاتصالات قادة المستوطنين يطالبون ممثلهم في الحكومة بالرد على أوروبا نتنياهو يأمر بالتوقف عن إقرار مشاريع استيطان جديدة قبل زيارته لأمريكا وننتقل معكم إلى صحيفة الحياة اللندنية ونقرأ فيها تشوهات وإصابات حادة في الصدر والبطن والحوض وكسور في أجسام الضحايا وميض وانفجار في كارثة الطائرة الروسية الأيزيديون يتهمون برزاني بعرقلة تحرير سنجار هجمات انتحارية لداعش لإرباك هجوم كردي مرتقب غارات مكثفة على الرقة والنظام يهاجم دارية قانون يفرض السجن ثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شعور الفلسطينيين بالغضب والإحباط وراء الهجمات الجيش يستهدف داعش في الجرود ويوقف أربعة سوريين في عرسال وبالانتقال إلى صحيفة النهار والتي نقرأ فيها سقوط تعهد الخليلين أحبط حل النفايات التصدير يحتاج إلى أشهر ومائتين وخمسين دولارا للطن لبنان يطالب واشنطن بالمساعدة في نزع ألغامه كلفة تعطيل اللغم أو نزعه نحو ألف دولار موسكو لا ترى صلة بين تحطم الطائرة والعملية في سوريا رزد حرارة حول الهيكل قبل الحادث يزيد الغموض السلطة تطالب بإزالة مستوطنات الخليل والكناسة العقوبات مشددة لرشق الحجارة ونشرت صحيفة الحيام قال للكاتب عبد الباصد سيدا بعنوان محادثات حول مصير سوريا في غياب السوريين كتب الكثير حول تدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا وقدم العديد من التحليلات والاستنتاجات التي استندت إلى جملة من النظريات المتبينة منها من طلق من فكرة التوافق بين الروس والأمريكيين على حل ما ومنها ما اعتمد على فكرة التعارض بينهم فيما تحدث آخرون عن بداية التفارق الروسي الإيراني وحاول بعض من مؤيدين نظام وأتباعه الترويج لفكرة وجود استراتيجية روسية إيرانية متكاملة ستتجسد مآلتها في القضاء النهائي على القوة العسكرية للمعارضة السورية تحت شعار مكافحة الإرهاب هذا الشعار الممجوج الذي بات وسيلة لتسويغ وتمرير المشاريع التي لا يستطيع أصحابها التحدث عنها علنا لأنها في الأحوال العادية عصية على أي تسويغ لكن حتى الآن وبعد مرور أسابيع عدة على بداية الغارات الروسية المطاعمة بالصواريخ الباليستية وهي مدة لا يستهن بها وفق المقاييس والحسابات العسكرية لا يبدو أن تغييرا نوعيا في الموازين قد حدث على الأرض على النقيضي من ذلك تمكنت فصائل المعارضة الميدانية من امتصاص الصدمة والتكيف معها كما حققت الفصائل المعنية الكثيرة من الإنجازات بخاصة في ميدان تدمير دبابات النظام وألياته وإلحاق خسائر جسيمة بالقوات المهاجمة على الأرض سواء تلك الإيرانية أم تلك التي تخص حزب الله والمجموعات الأخرى التي استخدمتها إيران من مختلف الأنحاء والأسقاع في إطار ما تسويقه كحرب مقدسة لحماية الأماكن المقدسة وهكذا تقاطع المقدس الإيراني مع المقدس الأرثوذكسي الروسي في مواجهة افتراضية مع المقدس الداعشي أما على الصعيد الواقعي فما يجري لا يخرج عن نطاق جهود حتيثة يبدلها كل طرف لتحقيق مصالحه على حساب الشعب السوري ومن دون أي اعتبار للتدمير الذي تتعرض له سوريا على صعيد الشعب والنسيج الوطني المجتمعي والبنية التحتية والكوادر والمؤسسات ويتابع الكاتب لكن الأمر اللافت أن التدخل الروسي كان في مثابة الخطوة التي حركت المواقف الإقليمية والدولية في خصوص سوريا وذلك بعد فترة ركود نسبية استمر خلالها التطاحن بين مختلف القوى في الداخل السوري وتفاقمت أزمة اللاجئين وباتت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة إلى دول أوروبا الغربية وذلك من جهة تكاليف الاستيعاب وردود الأفعال المجتمعة الآنية وتبعاتها المستقبلية وقد أوحى الترقب الأمريكي الواضح كما أوحت ردود الأفعال المدروسة من جانب السعودية وتركيا على وجه التحديد بوجود نفس جاد للبت في إمكان الوصول إلى حل سياسي لمعالجة الجرح السوري المفتوح وهو الذي بات يؤثر فعلا في الجوار الإقليمي وستمتد نتائجه إلى المحيط الدولي الأوروبي الأقرب إن لم نقول أنها امتدت فعليا وقد جاء اجتماع فيينا في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي ليجسد النفس المشار إليه ويعلن انطلاقة المحادثات الدولية الإقليمية للتوصل إلى حل يكون في مثابة تقاطع مصلحي بين الجميع ويبدو أن التوافق الأولي على الخطوط العام ما قد حصل ومنها الحفاظ على وحدة سوريا وهوية الدولة وتغيير الحكم وهي خطوط تلتقي في إطارها العام مع توجهات الشعب السوري بمختلف مكوناته لكن العقدة ستكون في التفصيلات وعملية إخراج المتفق عليه وترجمته واقعا على الأرض السوريون بكل مكوناتهم يريدون الحفاظ على وحدة بلدهم لأنها الضمانة الأفضل لهم ضمن الظروف والمعطيات الحالية وذلك بعد عقود من العيش المشترك والتفاعل لكن التجربة أثبتت أن هذه الوحدة لا يمكنها أن تتعايش مع الاستبداد والإفساد ومع النزعات المذهبية الطائفية اللاعقلانية أو القوموية العنصرية الإنعزالية لذلك لا بد من دولة محايدة أديولوجيا ودينيا وقوميا يحترم دستورها جميع الخصوصيات ويعترف بحقوق سائر الجماعات التي يتشكل منها الشعب السوري والتي من أجل شبابها وأجيالها المقبلة كانت الثورة فظاهرة داعش الأقرب إلى الشركة المخابراتية المساهمة لا تنسجم مع طبيعة المجتمع السوري وتتناقض مع التوجه التقليدي للاعتدال السني السوري كما أن ظاهرة ولاية الفقه وحزب الله وجنوده تدفع بالسوريين بخاصة العلويين منهم نحو حالة اختراب لم ولن ينسجم معها أبدا كما أن التوجهات العقائدية القومية بمختلف أسمائها وتفرعاتها العربية منها والكردية وغيرها شكلت على الدوام وما زالت عائقا أمام تفاعل السوريين ووحدتهم الوطنية ومهدت الطريقة باستمرار أمام الشكوك والهواجس المتبادلة ما ينقذ سوريا ويطمئن كل مكوناتها جماعات وأفرادا هو المشروع الوطني لكل السوريين ومن أجلهم كلهم على قاعدة احترام الخصوصيات والحقوق ومشروع كهذا سيكون في المنظور البعيد لمصلحة دول الإقليم ومجتمعاته لأنه سيساهم في ترسيخ معالم الأمن والاستقرار في المنطقة وسيفتح الأفاق واسعة أمام المشاريع التنموية القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة التطوير المجتمعي المتوازن ما يشكل ضمانة أكيدة للمصادرة على النزاعات المتطرفة وتجسداتها وتحولاتها الإرهابية ويبقى موضوع تغيير الحكم المفتاح لبلوغ المذكورين فالحكم الحالي هو الذي أوصل البلاد والعبادة إلى الوضع الكارثي الشمولي الراهن ومن دون تغيير جذري نوعيا فيه ستظل دوامة العنف وستستمر المأساة وسيتواصل تدفق السوريين نحو المهاجر كما سيتوالى توافد جنود مقاتلي المشاريع المقدسة إلى سوريا ليعيثوا فيها فسادا وتدنيسا ويبدو أن المجتمعين في ذيين لم يتوافقوا بعد حول التفصيلات الخاصة بالتوجهات الأساسية الثلاثة وحدة سوريا هوية الدولة وتغيير الحكم ولهذا كان الاتفاق على استمرار اللقاءات وتوسيع دائرتها لتشمل المزيد من القوى الإقليمية والدولية وهذا أمر يستشف منه ظهور صيغة ما من التوافق الأمريكي الروسي وهو توافق أثبتت التجربة المريرة لأكثر من أربعة أعوام أنه يبقى الأساس والمدقل لأي حل ممكن يراعي مختلف التوازنات لكن الطريف والأليم في الوقت ذاته أن الكل يزعم حرصه على مصلحة السوريين ويعلن احترامه قرارهم لكن مع ذلك يبقى السوري في المعارضة والموالات آخر من يعلم بخبايا الطبخة وماهيتها أما الأمر الأهم الذي ينبغي أن يعلمه الجميع فهو أن أي حل مقترح أو مفروض لا يرتقي إلى مستوى تضحيات السوريين وتطلعاتهم سيبقى مجرد إجراء طارئ وقتي ولن يساهم في معالجة الجرح السوري النازف بل سيزيده نزفا وتأثيرا ويجعل علاجه أكثر صعوبة وتعقيدا ونشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالة للكاتب مصطفى فحص بعنوان موسكو ومنهجية القوة بعد شهر على التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا لم تفلح الغارات التي يشنها سلاح الجو الروسي في تحقيق الحد الأدنى من الأهداف الروسية المزعومة في سوريا ضد من تصفهم موسكو بالإرهابيين فقد أدت هذه الغارات حتى الآن إلى مقتل أكثر من 1400 مدني سوري وكانت في معظمها ضد مواقع الجيش السوري الحر وازدادت وطيرتها بالتزامن مع انعقاد اجتماع فيينا الأسبوع الفائت وهي على ما يبدو مستمرة بهذه الوطيرة التصعودية حتى موعد الجولة الثانية من اجتماعات فيينا استطاعت المعارضة السورية ميدانيا استرجاع أغلب المناطق التي خسرتها لصالح قوات الأسد إثر التغطية الجوية الروسية كما استطاع الجيش الحر إفشال أغلب محاولات التقدم التي شنتها الميليشيات الإيرانية على جبهات ريف حلب وريف إدلب إلا أن استمرار القصف الروسي على مواقع المعارضة في حلب وحمص ساعد مقاتلي تنظيم داعش على التقدم فيها فالطيران الروسي اكتفى بقصف المدن والقرى المحررة في مشهد أقرب إلى تسهيل تقدم داعش مع استمرار تعرض مناطق المعارضة لحرب تدميرية من أجل إخضاعها على أمل أن يتمكن الأسد والميليشيات الإيرانية من فرض أمر واقع على الأرض يؤسس لعملية سياسية تحدد مسارها موسكو ويتابع الكاتب فقد بات من الواضح أن الأولوية الروسية في سوريا هي إضعاف المعارضة المعتدلة التي تدافع عن الثورة وتحمل مشروعا سياسيا يعطيها شرعية محلية عربية ودولية وهي غير مستعدة لتخلي عن ثوابتها في ضرورة التغيير الجذري لبنية النظام ومصرة على رحيل الأسد كشرط أساسي لبدء مرحلة انتقالية تنهي الصراع السوري وهو ما لا يتناسب مع أهداف الكرملين الذي بدأ يقترب من تطبيق السيناريو الشيشاني في سوريا ففي الحرب الشيشانية الثانية تعمدت موسكو إقصاء الأطراف الشيشانية التي لم تتخلى عن الحل السلمي للنزاع فقامت بالقضاء على قوات الحكومة الشيشانية المحلية ومن ثم قتلت الرئيس الشيشاني أصلا مسخدوف وعملت على تصفية أغلب القادة والمسؤولين الشيشانيين الموالين له فيما تركت قائد المتمردين شامل باسايف وجماعاته المسلحة فبالنسبة لموسكو باسايف والجماعات الجهادية المؤيدة له لا تحظى بأي شرعية وطنية رسمية كتلك التي يحظى بها الرئيس مسخدوف ولذلك قامت بالتخلص منه أولاً وعليه لا تختلف الممارسات الروسية في الشيشان عن ممارساتها الحالية في سوريا فداعش وأخواتها لا تملك شرعية شعبية أو ثورية وهي فصائل لا مكان لها على طاولة الحل لذلك تتجنب موسكو مهاجمتها حالياً ولا ترغب في إضعافها فهذا ليس في مصالحها أو مصالح حلفائها فداعش القوية تضمن تعطيل العملية السياسية وهي تشارك النظام والميليشيات الإيرانية في مهاجمة الجيش الحر وصفت الأمم المتحدة العاصمة الشيشانية جروزني إثر سقوطها بيد الروس بعد معارك استمرت قرابة أربعة أشهر بالمدينة الأكثر دماراً على وجه الأرض حيث استخدمت القوات الروسية كل ما تملك من ترسانة عسكرية ضخمة وهي كفيلة بتدمير أي مدينة تفوق مساحة جروزني أضعافاً هذه القسوة المفرطة دفعت سكان جودارمست ثاني أكبر مدينة شيشانية إلى تسليمها دون قتال وهو على الأغلب ما ترغب موسكو في تحقيقه في سوريا حيث تتعمد استخدام القوة الجوية المفرطة في حلب وحمص وإدلب وريف دمشق والغوطتين من أجل دفع السكان إلى النزوح أو الاستسلام وهو ما يشبه عملية إبادة مدروسة وممنهجة مبنية على رؤية عسكرية تعتمد مبنى تحطيم الخصم وإنهاكه بالاتكال على المبالغة في استخدام القوة بغض النظر عن حجم الخصم وواقع الميدان وموازين القوة من علامات الأزمة العميقة التي تتجه إليها روسيا إثر تدخلها في سوريا أنها لا تستطيع إعادة تمكين الأسد والنظام إلا من خلال تحطيم خصومه الحقيقيين وهو من أبعد المستحيلات وغير مسموح به عربيا ودوليا لكن موسكو تحاول استغلال ما تبقى من مهلة دبلوماسية مستقطعة أعطيت في فيينا قبل أن تتحول مغامرتها إلى مقامرة أعباؤها أكبر من مكاسبها عزاء المشاهدين وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا الصباح قدمنا لكم عرضا لأهم العناوين والآراء لصحف هذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وندعكم مع ثقرة الكاريكاتير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة